طلاب الصف الثامن أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درس اليوم بعنوان الإسلام دين الرحمة والتسامح هذا الدرس في مهارة القراءة واعلموا أن هذا الدرس على ثلاثة أجزاء هذا هو الجزء الثالث منه أرجو منكم طلابي الكرام متابعة الجزء الأول والثاني أهداف الدرس تحديد السمات الأسلوبية للنص الهدف الثاني تحديد الأساليب التي وظفها الكاتب لجذب انتباه القارئ الإسلام دين الرحمة والتسامح ملخص الجزء الأول والثاني قرأنا النص واستخلصنا فكرته العامة وهي سماحة الإسلام وحفظه للنفس البشرية وحددنا بعض الأفكار الرئيسة في النص كذلك عرجنا على بعض العلاقات اللغوية وفرقنا بين الترادف والتضاد والمشترك اللفظي وميزنا بين طباق الإيجاب وطباق السلب وفرقنا بين الطباق والمقابلة واليوم سنتعرف على السمات الأسلوبية للنص ونحدد أهم الأساليب التي وظفها الكاتب لجذب انتباه القارئ والآن افتح مصدر التعلم على الصفحة المبينة أمامك وقرأ النص قراءة جيدة لنحقق معا أهدافنا فكن منتبها بارك الله فيك أوقف المقطع الآن وقرأ النص قراءة صامتة متأنية حتى تستذكر أفكاره أظن أنه بات بإمكانك الآن أن تجيب عن أسئلة الفهم الآتية السؤال السابع وظف الكاتب في النص أدلة وبراهين نقلية وعقلية وتاريخية مثل لكل منها بدليل ثم بين دورها في النص لكن في البداية أسألك ما المقصود بالدليل النقلي والدليل العقلي والدليل التاريخي الدليل النقلي كل ما استعان به المؤلف من قرآن أو حديث أو شعر أو حكم فنقله حرفيا من مصدره أما الدليل العقلي فهو كل فكرة أوردها المؤلف أو كل حجة تستند إلى التأمل والتفكير والاستدلال والاستنتاج يريد المؤلف من خلالها أن يقنعك بالعقل والمنطق أما الدليل التاريخي فهو أن يسوق المؤلف حدثا أو موقفا تاريخيا وقع بالفعل ليستشهد به على أمر ما الآن أوقف المقطع وأجب بنفسك عن هذه الأسئلة تعالوا بنا نجب عن هذه الأسئلة الدليل النقلي الذي وظفه الكاتب في النص هو قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أما الدليل العقلي فهو قول الكاتب الشريعة الإسلامية إحدى الموارد التي نهل منها القانون الدولي الإنساني قواعده ومبادئه السامية أما الدليل التاريخي فهو قول أبي بكر الصديق لا تقطع نخلا ولا تحرقوه دور الأدلة في النص نعم بارك الله فيكم التأكيد على بعض قيم الإسلام الخالدة ومنها الرحمة والتسامح بهدف إقناع المتلقي السؤال الثامن والتاسع عزيز الطالب يمكنك إيقاف المقطع والإجابة بنفسك عن هذه الأسئلة السؤال الثامن أكانت خاتمة نصي الإسلام دين الرحمة والتسامح استفهامية أم استنتاجية وضح إجابتك بذكر دليل من خاتمة النص عد بارك الله فيك إلى خاتمة النص وقرأها قراءة متأنية هل كانت الخاتمة استفهامية أم استنتاجية بالعودة إلى خاتمة النص وقراءتها في قول الكاتب وبذلك يتضح لنا أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام بأي حال بل إن الكثير من قواعده تجد مصادرها في هذا الدين الحنيف لذلك كانت قوانين ومبادئ الإسلام قاعدة إنسانية استقرت وترسخت في وجدان الإنسان تخاطب فيه إنسانيته وتجعله يحرص على احترامها وصون أحكامها هذه الخاتمة استفهامية أم استنتاجية نعم أحسنتم وأبدعتم نعم بارك الله فيكم الإجابة كانت الخاتمة استنتاجية فقد ربط الكاتب بين بعض الحقائق والشواهد الواردة في النص وبين النتيجة التي يريد إقناع المتلقي بها الدليل حينما قال الكاتب في الخاتمة وبذلك يتضح أن قواعد القانون الدولي لا تخرج عن عباءة الإسلام بأي حال إلى أن قال لذلك كانت قوانين ومبادئ كذا إلى نهاية الخاتمة وبذلك يتضح أن لذلك كانت كل هذه عبارات وألفاظ وأدوات تؤكد أن الخاتمة كانت استنتاجية السؤال التاسع وظف الكاتب بعض التعبيرات الخاصة للربط بين فقرات النص في ضوء ذلك دلل على توظيفه ما يأتي تعبيرات خاصة بالسببية أو بالتعداد أو بالاستنتاج نعم أوقف المقطع وعد إلى النص حتى تتمكن من الإجابة نعم السببية حينما قال لذلك كانت قوانين ومبادئ إلى نهاية قوله الخاصة بالتعداد حينما قال أما حقوق الجرحى والمرضى وأما بالنسبة لمعاملة المسلمين هذه كلها ألفاظ خاصة بالتعداد أما الألفاظ الخاصة بالاستنتاج فمثل قوله وبذلك يتضح لنا السؤال العاشر في ضوء فهمك مضمون النص وغرض الكاتب منه اختر من بين القوسين الوسيلة التي اعتمد عليها الكاتب لجذب انتباه القارئ والتأثير فيه في كل من الجمل الآتية أوقف المقطع وقرأ السؤال قراءة متأنية حتى تتمكن من الإجابة الجملة الأولى ما الأسلوب الذي وظفه فيها نعم توظيف أسلوب التوكيد حينما قال فقد أوجب الإسلام الجملة الثانية ما الأسلوب الذي وظفه فيها نعم تكرار المعنى بأكثر من لفظ لتأكيد الفكرة نعم حينما قال لتبين بجلاء ووضوح هذا تكرار للمعنى بأكثر من لفظ الجملة الثالثة ما الأسلوب هنا نعم الإجابة هنا أسلوب التفصيل فقد فصل في هذه العبارة ما يريد نستكمل السؤال السابق الجملة الرابعة ولنقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادة الجند ينطلق باسم الله وعلى ملة رسوله ما الأسلوب هنا نعم بارك الله فيكم توجيه الحديث للمتلقي مباشرة أما الجملة الأخيرة فقد وظف فيها الصور البيانية حينما قال أن تعاليم ومبادئ الإسلام استقرت في وجدان الإنسان وشبهها بإنسان حين قال تخاطب فيه إنسانيته هل التعاليم والمبادئ تخاطب؟ لا هذه صورة بيانية بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس ألقاكم على خير بإذن الله عز وجل في درس جديد دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته